نحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك وفي أيامه الأربعة يرتق الناس بشكل مكثف يتزاورون وكما كانوا في الصابق يطعنقون ويقبلون بعضهم بعضا ومن المتوقع أن تتكرر هذه السلوكيات حتى بعد عامين من كورونا نهيك عن الخروج إلى الأماكن العامة والحضائق وارتياد المطاعم والنوادي والمقاهي وما يرافق ذلك من اختلاط كل ما سبق في ظل مخاوف من تفشي وباء كورونا جراء انتشار المتحور الهندي دلتا يشي بأننا مقبلون لا محالة على انتشار غير محمود للوباء فهل يمكننا أن نتفادى هذا السيناريو أم هو قدر لا رد لها أو أن لم يكن السيناريو السيء قدرا لا رد له كيف يمكن لنا أن نتفادى ولا نكرر تجاربنا الفاشلة في عيد الأضحى العام الماضي وأسئلة أخرى سنطرحها على اختصاص الأمراض المعدية والسارية دكتور منتصر أنبن بيسي صباح الخير دكتور منتصر أهلا وسهلا فيك في دنيا يا دنيا صباح الخير لك والأستاذ المشاهدين أهلا وسهلا فيك دكتور خلينا نبدأ بسؤال الأشمل هل إحنا دخلنا في موجة جديدة هل إحنا مقبلين على موجة جديدة وين وضعنا إحنا كيف وضعنا الوباء في الأردن يعني نحن أغلب الظن مقبلين على موجة جديدة العالم كله يعاني من موجة شرسة من فيروس دلتا اللي بدأ بالهند وخرج إلى آسيا أستراليا إنجلترا وأميركا يعني جائز جدا ونتخوف من حصول موجة ثالثة عنا أيضا طيب دكتور خلينا ننتقل لموضوع العيد شو هي التداعيات أو السيناريو المفترض أن يكون في العيد في حال أنه ما التزمنا بالتعليمات اللي لازمة شو ممكن شو في السيناريو ممكن يصير معنا خلال العيد والتجمعات اللي بتصير خلال هاي الفترة يعني أول إشي منعيد على إخواننا ونتمنى الجميع أضحى سعيد ومبارك هاي الأيام المباركة يعني بتخلي الواحد يحب أخوه ويحاول أنه ما ينقل العدوى أو يسيء إلى أي شخص فالعيد يعني أيام محبة وتواصل نتمنى أنه تكون في الطرق الآمنة والأمان هذه الأيام هو بلبس الكمامة الكمامة تحمي من العدوى التباعد يعني مترين هيك زي أنا وياكي هذا تباعد صحي بضل موضوع المطاعيم الناس اللي أخذوا المطاعيم وأخذوا الجرعة الثانية وخمسة عشر يوم بعد الجرعة أصبحوا يعني في وضع حماية يعني اتفعلت الحماية المناعية لديهم فهدو اللي بقدروا يختلطوا مع الناس المطاعمين بالالتزام بشغلات اللي حكيناها الناس اللي ما تطعموا الآن الخطر عليهم 80-90% من حالات دخول المستشفيات وحالات الوفيات في الأردن وعالميا من غير المطاعمين نعم فيعني نتمنى لو إحنا عملنا 16% من السكان نتمنى لو فيه أكتر وهدفنا نوصل لـ 50-60% من الناس مطاعمين ومحميين ولكن حاليا علينا يعني الالتزام بالكمامة والتباعد والناس اللي أخذوا المطاعيم يعني رح يكون حظهم أحسن وعليهم الالتزام والناس اللي مش مطاعمين يعني طيب دكتور ما لا يبدأ أقاطعكم في أشخاص أخذوا المطاعيم أخذوا الجرعتين ومرع عليهم أيام ولكن رجعوا ونصابوا بهذا الفيروس يعني حتى إحنا بنعرف أن المطاعيم هي لا تقييمية بالمية من الفيروس ولكن يمكن ما بيكون مضطر أنه يدخل المستشفى وبهاي الحالة هو بيكون ممكن يكون سبب بأنه ينقل العدوى لحدة تاني نعم خلينا أوضح هذه النقطة أكتر لأنه بيجينا عليها أسئلة كثيرة ويعني أنا شفت بين مرضاي لا يقل عن عشرة أخذوا المطاعيم ثم أصيبوا ما يحمي من انتقال العدوى يعني تذكري هذا الفيروس صغير جدا ينتقل في الهواء يدخل من الأنف ما يحمي هو لبس الكمامة على الأنف والفم هيك لا تحمي هيك لا تحمي هيك تحمي من دخول الفيروس نعم فإنما لما يدخل الفيروس هلأ أعطيكي مثال ثلاثة صحاب راهوا على كافي شب واحد مصاب وما بعرف أنه مصاب شوية يعني قحة والآخرين واحد مطاعم والتاني لا إذا لابسين كلهم كمامات ما حدا بنعدى نسبة 5% إذا مش لابسين كمامات 100% انتقال العدوى الشخص المطاعم رح يدخل الفيروس أنفو مناعة الجسم رح تتفعل خلال يوم أو يومين بقاوم أعراض خفيفة ولكن فيه كمية قليلة من الفيروس في الأنف ممكن تنقل العدوى مع أنه مطاعم هلأ الناس تختلف عن بعضها الأجسام تختلف المناعة الفردية إلى آخره ممكن ينصاب ولكن الإصابة تكون خفيفة في أكثر من 90% ما بتوصل لدخول المستشفى وفشل التنفس جهاز الأكسجين تخثر وتجلط الرئة لا سمح الله والوفاء الشخص المش مطاعم رح ينعدى بنسبة 100% تقريبا والفيروس رح يتكثر في الأنف رح يعدي الآخرين ينزل للرئتين وممكن يتلف الرئة ويدخل المستشفى ويؤدي للوفاء هذا هو الفرق المطاعم جسمه بيقاوم بتكون الإصابة خفيفة رغم ذلك ممكن يعدي بنسبة الربع فلغاية ما يوصل مجموع المطاعم في المجتمع فوق 50-60% يفضل 70% ساعتها الحماية بتكون مش بس شخصية حماية مجتمعية لو كلنا مطاعمين أنا وياكي ما في مشكلة يعني دكتور بنقدر نحكي أنه نسبة الأشخاص المطاعمين اللي ممكن أنهم ينصابوا بالفيروس وكمان ينقلوا العدوى قدام نحكي تقريبا نسبة بحدود من 5% 5-10% 5-10% من الأشخاص اللي يتلقوا المطاعم بجرعته ومرأة عليهم أيام بعد ممكن أنهم ينصابوا بالعدوى نعم وبيعتمد أيضا على مدى التزامهم يعني بنقدر نحكي أنه ربحهم لا أقل أقل من ربح محدود 5-10% وإصاباتهم خفيفة نعم وهاي يعني إحصائيات على مستوى العالم أعطيكي مثال إنجلترا 54 ألف حالة مبارح 54 ألف حالة في يوم الوفيات 40% 40 40 شخص لو على الحساب الأديم 1-2% يكوننا نتوقع 1200 وفاة في هذا المثال 40 فقط توفوا فالمطاعم سبب المطاعم لأنها قادرة على حماية الأشخاص نعم أشخاص ولمتوصل على 50% المجتمع إنجلترا وصله 50% تقريبا لذلك ندعو الجميع إلى سرعة التطعيم سرعة الذهاب إلى المطاعم كل ما الطاعم ناس أكتر كل ما يعني يرجع الوضع إلى الأمان ونتفادى الموجة الثالثة ويعني أنت عارفة السنة الماضية عيد الأضحى فتوح المدارس الموجة الأولى الفصل الثاني فتوح المدارس الموجة الثانية فإحنا لا نريد أن نرى لا موجة ثالثة ولا رابعة نعم أكيد إن شاء الله طيب دكتور إذا ما التزمنا والمطاعم ظلت ماشية على نفس هذه الوتيرة شو السيناريو الممكن أنه يكون في ظروف يعني انتشار فيروس المتحورة السلالة هاي دلتا اللي انتشارها 60% أسرع إذا لم نلتزم ولم نصل بالمطاعيم إلى المستوى المطلوب يعني أخشى أنه قد نواجه الموجة الثالثة في الشهر القادم نعم طيب دكتور أنت هل ذكرت المدارس وبدأ فتح المدارس هل بالفعل أنت تعتقد أنه ممكن فتح المدارس هي تكون سبب في الانتشار في ناس بقولك لا المدارس مش رح تكون سبب فيها الانتشار خاصة أنه فئات عمرية أقل يعني ما رح يكون في هذا خلينا نحكي الضغط أو ما رح يكون فيها الأد أعداد إصابات إذن نحكي أنه الفئات العمرية اللي صادتها صغيرة اللي عم بتكون بالمدارس يعني السؤالك طبعا مهم جدا إنما إذا رجعنا إلى تجربتنا في الأردن هناك علاقة زمنية واضحة مع فتح المدارس تتلوها الموجة الأولى الفصل الثاني فتح المدارس تلتها الموجة الثانية فهناك علاقة زمنية هل هي علاقة سببية المدارس فيها اختلاط فإحنا حتى نفتح المدارس لازم يتم التزام بالكمامات في المدارس ويجب تطعيم الكوادر المدرسية مش بس التعليمية يعني المدارس مؤسسات كبيرة فيها إداريين نعم هل لهم يمكنهم على الأغلب يعتبروا مع المعلمين والمفروض أنهم يكونوا عم بيأخذوا المطاعم للأشخاص اللي قادرين أنهم يأخذوا المطاعم وشفنا كيف يعني أنه وزارة الصحة وبتعاون مع وزارة التعليم كمان كانوا عم بيحاولوا أنه المعلمين والعاملين في قطاع التعليم أنهم يأخذوا أولوية بأنهم يأخذوا المطاعم حتى على الأساس أنه نبلش بالفصول الدراسية ويكون الموضوع آمن لطلابنا وحتى لأهالي بس بي كمان نقطة إذا سمحتيلي يعني إحنا منفرق السنة عن السنة الماضية بوجود المطاعم المطاعم سلاح استراتيجي غير من دايناميكس تبع المرض من المعركة فدخل الآن هذا السلاح إلى فئة الطلبة من 12 سنة فما فوق مثلا لقاح فايزر مسموح ندرس وهو آمن وفعال من 12 سنة وطالع ولكن إحنا رح يتم أعطاؤه للقاح وطالع قليني أشرح لك أنت عم تحكي عن 6 سنوات يعني بعد الإبتداء وطالع ممكن يأخذوا اللقاح وكلما أسرعنا بيصال اللقاح لهاي الفئة يعني هاي فئة كبيرة في بلادنا نحن في الأردن مجتمع يعني فتي كما يقال والخطوة اللي بعدها يتم دراسة الآن المطعوم أمانه وفعاليته من 11 سنة ونازل وإحنا بنعرف أن الأطفال أكتر نسبة يأخذوا مطعوم يعني لو سألتيني كم طعم بيأخذ الطفل ما بين الولادة ويتخرج من المدرسة سنة 18 بحدود 16 ل 17 مرض 16 ل 17 نوع مطعوم وفي مطاعيم منها جرعات مداعمة ثانية وثالثة وربع فيعني هذا هو القادم تطعيم الطلبة ووصولا إلى الأعمار الأصغر لأنت عم بتشجع أن الطلبة يأخذوا هذا المطع؟ نعم الدراسات أثبتت أمان وفعالية اللقاح من سن 12 طالع ودراسات على أقل من ذلك هي جارية حاليا نعم طيب دكتور يعني إحنا جايين على العيد وزي ما حكنا في البداية يعني عداتنا في العيد كيف أنه لازم صلة الرحم من كنا عم منزور أقاربنا وكمان عداتنا بالسلام التقبيل السلام بالأحضان كمان كل هاي الأمور مع العيد بتكون موجودة شأنها أم أبينها هي موجودة في أشخاص أخذوا المطاعم وفي أشخاص ما أخذوا المطاعم بنفس الوقت وكمان إنت لما يجي عندك ضيف يعني فيه ناس بقولك أنا مش رح حكي له ما تيجي علي عشان أنا مش ما أخذ المطعوم أو أنا لساتني يعني خايف من فيروس كورونا لأنه يعني مجتمعنا ما بتقبل كتير هذا الموضوع شو نصيحتك لهذه الأشخاص؟ هل بالفعل فرضا أنت رايح تزور حدا تعيد على أقاربك؟ خليك لابس الكمام وإنت قاعد حتى لو كانت الجلسة يعني عائلية أو إذا فيها كأمور تاني لازم ناخدها بعين الاعتبار إذا إحنا بدنا نروح ونزور أقاربنا ويعني نخلي يكون قريبين على بعضك عائلة نعم يعني مجتمعنا زي ما تفضلتي فيه له عاداته الخاصة وهي عادات تتميز يعني على مستوى العالم بأنها في محبة الآخر وفي تقدير واحترام الآخرين ضيفك تكرمه فهذه العادات الجميلة أيضا يعني هي في الوقت الحالي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوباء فأنا لما بحب عمامي وبروح بعيد عليهم بلبس كمامتي لحمايتهم هو جزء من المحبة يعني لا أحد يرضى في نشر الضرر الآخرين فالمحبة يجب أن يرافقها هذه الأيام وعي يعني السلام بالإيدين البوس العناق مش هلأ خلوها للسنة الجاية عرفتي كيف الناس المش متطعمين زيارتهم للآخرين بقدر أقول مغامرة وخطر الناس المتطعمين بقدر يزوروا الآخرين وستي يعني إحنا بلاد الشمس وبلاد الجو الجميل ويأتي هذا العيد في يعني الصيف فأيضا الجلوس في الخارج في الهواء الطلق هو حماية للجميع الهواء بيخفف الفيروس وضوء الشمس وخاصة الطيف الفوق البنفس يجيب بيعقم الهواء فيعني هاي إحدى الطرق اللي ممكن إحنا أنه نتفادى فيها نشر العدوة في العيد ونذكر أنه لما نشلح الكمامة وقت الأكل خليها بس وقت الأكل يعني وبعد ما نخلص أكل نرجع الكمامة يعني هلأ الحماية من العدوة هي الكمامة الحماية من المرض الشديد والوفاة هي إبري بتأخذ عشر ثواني في ذراعي تحميني من أني أفوت المستشفى وأموت ويعني أجيب الحزن لأهلي فليكن موسم العيد موسم فرح ولنفرح بطريقة حضارية دون أن نعرض لآخرين للخطر نعم يعني هاي نصيحة أنت توجهها لكل الأشخاص بأنه أنتوا حابين التعايدون بسطوا بالعيد افرحوا بالعيد ولكن كنوا متأكدين أنكم تحصلوا على جرعاتكم جرعتين من المطعوم كمان تلتزموا بيئة الكمامة وتحاولوا قدر المستطاع أنكم كنوا قاعدين ببيئة خلينا نحكي فيها هوا الهواء الطرق بالبيئة الخارجية هاي يعني بعض النصائح أكيد للأشخاص عشان يحتفلوا بالعيد طيب دكتور شو المطلوب من خلينا نحكي السلطات الصحية والجهات المختصة في هذا الموضوع يعني أول إشي بوجه من خلالك الشكر والتقدير لجلالة الملك لدعمه يعني نظام الصحي وحملة المطعيم وأيضا وزارة الصحة والأزمات وكل القائمين على حملة التطعيم وخاصة الأطباء والممرضين اللي بيعطوا المطاعيم لأنه هن اللي عم بنقذوا البلاد والأرواح ويعني مهمتهم صعبة لكن الحمد لله بوجود المطاعيم يعني أكثر ما يمكن أنه يعملوا هو التركيز على رفع وطيرة المطاعيم يعني مثلا لو وصلنا إلى 100 ألف تطعيم في اليوم يعني هذا المستوى المطلوب لحتى أننا فيه سباق مع الزمن عرفتي كيف لا نريد إغلاق المدارس ولا نريد إغلاق المجتمعات نريد أن نستمر بحياتنا بأمان فهو السباق يتطلب مننا التركيز على المطاعيم بشكل كبير نعم إذن شكرا لإلك دكتور لوجودك معنا وأكيد إحنا مننصح كل المواطنين بأنهم يلتزموا بالإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم ولحماية أحبائهم أكيد إذن دكتور منتصر ألبل بي سي شكرا لوجودك معنا من خلال دنيا ودنيا وشكرا على كل المعلومات القيمة التي قدمت لنا إياها شكرا لكم